السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعين قناة الأستاذ مع سلسلة جونجومة بلس محتويات الفيديو هنعرض المسألة المراتحة لها هيوجد عدل للثواني ممكن توقف الفيديو بالتفكير في الحل هنشرح طريقة الحل بشكل مفصل وفي النهاية هنكتب القوانين المستخدمة في الحل دائرتان متمستان من الخارج عند نقطة لدينا مماس مشترك خارجي للدائرتين من نقطة التماس في الدائرة الكبرى رسم مواطرين يحويان زاوية X والدائرة الصغرى رسم مواطرين يحويان زاوية Y المطلوب إيجاد قياس زاوية X زايد قياس زاوية Y حسبكم معدد الثواني تفكروا شوية لدينا الآن الزاوية X محصورة بين الوطرين A D و D C والزاوية Y محصورة بين الوطرين B E و E A نصل الوطر A C والوطر A B نلاحظ زاوية A C B تساوي زاوية D لماذا؟ لأنهما زاوية ممسية وزاوية محيطية مشتركان في القوص A C وبالمثل زاوية A B C تساوي زاوية E دعونا نرسب المماس المشترك للدائرتين عند النقطة A ويقطع المماس B C عند النقطة F وبالتالي قياس زاوية F A C تساوي قياس زاوية D وقياس زاوية F A B تساوي قياس زاوية E الآن تكون لدينا المثلث A B C ونعلم أن مجموعة قياس زاوية المثلث A B C تساوي 180 درجة وبالتالي Y زايد X زايد X زايد Y تساوي 180 ومنها سنحصل على المطلوب قياس زاوية X زايد قياس زاوية Y تساوي 90 درجة من المفيد أن نلاحظ أن طول F A بيساوي F C وطول F A بيساوي F B أي أن أطول الأضلاع F A و F C و F B متساوية ملاحظة أخرى من الرسم أن قياس زاوية B A C بتساوي 90 درجة أتمنى محبيين سلسلة جومجومة بلس أنهم يكونوا استفادوا من الحلقة وانتظرونا في الحلقة القادمة من سلسلة جومجومة بلس وما تنسوش دعم القناة وعمل لايك للفيديوهات والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته